طبيعي لك شوفها الصلاعة في الحمد طبيعي لك اللي يعطيها من حالك وصورة احتفالات عديدة وشي احتفالات اللي جائزة وشي احتفالات اللي غير جائزة في الدين تالي الله يجزك بخير يا رحمة كبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه اللي بتسليما الله تبارك وتعالى بتعثى رسولنا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالم فهو ليس رحمة فقط للمؤمنين ولا للانس فقط ولا للجن فقط بل للعوالم كلها صلى الله عليه وسلم والعالم كله احتفى بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بشرت به الانبياء وبشر به اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على الأوسي والخزرج يقولون لقد آن أوان بعثة النبي الخاتم نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم فالكون كله ينتظر شوقا لبعثة رسول الله لكي يدفع عنهم ظلمات الشرك وظلمات الظلم ويدفعهم إلى ساحات رضوان الله كيف لا يمكن الإنسان أن يفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفل ويحتفي بميلاد رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه السلام عروف الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر هذا اليوم هو مما لا يمكن أن ينفك عن مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حب رسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون طوال العام فأنت لا يمكن أبدا أن تنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعالك وأقوالك وتصرفاتك لأنه هو النموذج المتأسى به ولكن في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله هو اليوم الآخر لكن لما كان الناس من هذه الأمة ابتعدوا عن رسول الله لم يعودوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعودوا يعرفون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لابد من أن تكون هذه الأيام تستغل من قبل العلماء والدعاة لتعريف الناس برسول الله وبسرة رسول الله وبأخلاق النبي نربط الأمة برسول الله النموذج المتأسى به في زمان أصبح النبي غريبا عن أمته عليه الصلاة والسلام النقطة الأولى إن شاء الله بالنسبة للاحتفاء بميلاد رسول الله سنعرفوا أن هذا ليس عيدا دينيا فأعياد المسلمين الديني عيدان عيد الفطر الذي يأتي بعد تأدية المسلمين لفريضة الصيام وعيد الأضحى الذي يأتي بعد تأدية فريضة العج فلا نقحم في الإسلام عيدا ثالثة أعقل معايا مزيان أخلاق رسول الله وسنة رسوله إذن هو مش عيد ديني الناس ماسوا يختلفوا يقول لك لا عيدا يسمى في الإسلام عيد الميلاد نعم صدقتم ما كانش العيد ديني إنما هو ذكرى هالخلف في الكهيم هو مش قضية عيد ديني نحن لا نحتفل كما نحتفل بالعياد الدينية غير فهمونا هو ذكرى وهذه الذكرى انت ميلاد انت عنبس الله عليه وسلم هي من الأيام الخالدة التي يذكرها المسلمون ما يمكنش لأمة محمد تتنكر لميلاد رسول الله وما تعرفش حتى سيد النبي فقاش تزاد احنا مأمورين باتباع النبي احنا ما عارفينش فقاش تزاد وسنت النبي كيف يمكنك أن تتبع رجلا لا تعرف عنه شيئا فكان من مقاصد تذكر هذا اليوم ما اسمه هو ثلاثة عن مقاصد المقصد الأول ما اسمه هو زيد معرفة رسول الله بمعرفة سيرته فنحن نغتنم هذا اليوم لتعريف الناس بسيرة النبي المقصد الثاني وزيده المقصد الثاني أنك إذا عرفت سيرة النبي عرفت التضحيات الجسام التي قدمها لينقذنا من النار فنحبه وهو جوهر الدين فتذكرنا لميلاد النبي زيد يخلنا ندرس السيرة وندرسنا السيرة ما اسمه يتحقق محبة النبي لأننا راكم صلى الله عليه وسلم زيد ضحى من أجلنا والثالثة زيد إذا حبنا ما اسمه الثالثة المقصد الثالث زيد نتبع رسول الله فالمقاصده عقل معايا مزيلا يخلي لك خصنا جعل الناس تفهم المسألة الأولى هذا مش عيد ديني نحن نخرج منها المسألة الثانية أنها ذكرى ميلاد رسول هو يوم من أيام الله زيد لماذا نريد أن نذكر هذا اليوم لتحقيق ثلاث مقاصد المقصد الأولى ما اسمه هو معرفة سيرته المقصد الثاني محبته لأنك إذا عرفتها أحببتها ثالث إذا أحببتها اتبعتها فأنت تحقق في هذا اليوم واسمه تعريف الناس بسيرة رسول الله زيد زيد وإلقاء محبته في قلوب المؤمنين ثالثا وأن يدفع ذلك المؤمنين لاتباع سنة رسول الله بعد أن تكون قد تعلمتها إذن فنحن لا نحتفل احتفالا دينيا كما قولوا دينيا ولكنها مناسبة تذكرنا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم المطالبين شرعا بمحبته ومعرفة سيرته واتباعه عندك شيء دليل في القرآن نعم عندك دليل في القرآن واسمه هو الدليل صمع ما قال تعالى وذكرهم بأيام الله أيام الله الكبير سنذكرهم بها قال الله لموسى وذكرهم بأيام الله كان شيئام عظيمة عند الله كاليوم الذي أغرق الله فيه فرعون لكي تسمى عاشورا كان اليهود يصومون فلما هاجر النبي إلى المدينة فوجدهم يصومون يوم عاشورا فقال لماذا تصومون قال يوم نجى الله فيه موسى واغرق فرعون قال رسول نحن أولى بموسى منهم فكان يصوم عاشورا وقال لو أحيان الله إلى قابل العامل أصومن التاسع لمخالفة اليهودي لأن النبي صلى الله عليه أن يخالف اليهودي صلى الله عليه زيت كانش أي أخرى أو لمكاش نعم واذكروا إذا أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم أي يذكروا يوم بدر كيفاش كنت أقل وكنت ما عندكم سلسلاح وكانهما دوب لعليكم وكانهما أصحاب قوة ومع ذلك آواكم الله وأي يدكم اذكروا واش عودك ثانيك يجي 17 رمضان والناس غادي تذكر هذاك النار هذي يقولون ما تحتفلوش مرهمش يحتفلوا بعيد ديني يتذكرون عاملا بقول الله اذكروا ربي قالكم اذكر يوم بدر اذكر يوم ميلاد رسول الله اذكر يوم نجاة قوم موسى من الغرق وغراق فرعون اذكروا يوم إذن هذه أيام أيام الآن على الشيء وحدين يقولك ما تحتفلوش على الشيء يقولك ما تحتفلوش قولوا ايش ما تحتفلوش فرع كان الخلافين الخلاف الأول أنهم زيد يعتقدون أن المسلمين إنما يحتفلون به كعيد ديني هذه يقول لنا أقلعناها ما شيء عيداسي دي هو تذكير بالمناسبة وبالمقاصد اللي أذكرها واسمه باقي الثاني يقولك الثاني واسمه يا أن رسول الله وأصحاب النبي وخيرة المؤمنين من السلف الصالح لم يحتفلوا به فكيف تريدون أن تحتفلوا بيوم لم يحتفل به رسول الله ولا السلف الصالح إنكم تبتدعون في الدين وكله بإدعاة ضلالة هذا هو شيء واحدين كي يزيروا على الناس وقولهم إنكم إذا احتفلتم تقومون بعمل لم يقم بعقل معايا لم يقم به رسول الله ولا أصحابه ولا السلف الصالح إذن أنتم واش خائب الصعب النبي اللي ما كانوا مش يحتفلوا بعيد الميلة ها أنتم مبحانهم إذن راكم تتعتوا في الدين وراكم تعتقدوا ما إلا راكم الدين ها وهش شيء صحي داروا أني أصحاب النول ما داروا شيء إن وراء الخلاف هنا وراء الخلاف هو في تعريفهم للبدعة ها هم عندهم البدعة أن كل من لم يفعله أصحاب النبي بعد رسول الله بدعة والبدعة ضلالة في حين ليس كل من لم يفعله رسول الله وفعله الصحابة من بعده هو بدعة علاش لأن كيف يستروا البدعة تفسير شرعي لكل شيء أي حاجة دارت زيد مرسد من بيصلى الله عليه وسلم المدعة للنبي واصحابه كتبه اللي بيدعة والبدعات ضلالة هم ولكن أحنا البدعة مش هي هذه واسم هي البدعة البدعة كما قال الإمام لإمام الشاطبي البدعة هي اختراع طريقة في التديل اختراع طريقة في الدين مسلوب جديد في الدين ما دالوا لا النبي ولا أصحابه الشرط الثاني ما اسمه هو لا أصل له في الدين ما عندهش الأصل والشرط الثالث المقصود انتعوا مضاحات طريقة رسول الله أرى أن ندروها 13 شروط على مسألة الاحتفال بذكر الميلاد مش العيد الديني هل تتوفى إذا كان فيها الشروط ثلاثة فهو بيدعى والبيدعى ضلالة المسألة الأولى هو هي طريقة في الدين هذا مش دين هذا هذا مش عيد ديني هي طريقة في التدين واش هذا تدين عننا هذا مش دين مش عيد دين خليني ثانيا لا أصل له في الشرع عنده الأصل لا ما عندهش وذكرهم بأيام الله نذكرهم بميلاد رسول المسألة عليه وسلم كان يصمر الثاني قال له نارك تصوم يوم الثاني قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الثانية والثالثة القصد منها مضاحات طريقة رسول هل بنجذ معنا حينا الآن ورهنا كان نقرأ الشرط للنبي صلى الله عليه وسلم هل نقصدنا هو نظاهر طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيبه شي طريقة نعوض به هذا الطريقة تعني نقوله طريقتنا حسنا طريقة رسول الله أبدا ليس قصدنا ذلك قصدنا هو أن نحب رسول الله وأن نتعلم سنة رسول الله وأن نتبع رسول الله وأن نتعلم سنة رسول الله كلها مقاصد شرعية وليس فيها مقصد نريد من ورائه أن نجعل طريقتنا خير من طريقة الرسول لا وإنما طريقة قصدونا هو باش نحبوه رسول الله باش نعرفوش أنت رسول الله أصلاح يسلم إذن عرفنا الآن إذن هو ليس زيد عديني إنما هو مناسبة نذكر فيها رسول الله لتحقيق المقاصد الثالثة واسمه دراسة سيرة رسول الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد أن قضية البدعة التي يقول الناس ما لم يفعلها رسول الله نقول البدعة كما قال الإمام الشاطبي عند 13 شروط أولا هي طريقة في التديون نحن ما در نشي حاجة جديدة نحن نجتمع نتذاكر كما يقول سيدر بما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون ونحن نجتمع لد مدارسة سيرة رسول الله رح نغادر في قضية نتعى الدين ثم لا أصل له في الدين القرآن عنده أصل وفي السنة عنده أصل وذكرهم بأيام الله وذكروه إذ كنتم قليل ومستضعفون والنبي صلى الله عليه وسلم نقولك هذا يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم والثالثة نحن لم نبتكر أبدا طريقة نظاهي بها طريقة رسول الآن طريقة فاجأ الاحتفال هي اللي فيها فما في الزبل تليس طريقة الاحتفال خليني بهذه القضية خرجنا من هذه ما نقومش نعود لهذا الشي الاحتفال واقع لا يرتفع لكن كيف يمكن أن نحتفل قلت لكم الاحتفال الناجح والمزياد الذي يحقق المقاصد بثلاثة هذه كرتها نقرأ وصيرت رسول الله لمحبة رسول الله ولتعلم سنة رسول ولاتباع رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هكذا أما أي احتفال خرج عن هذه المقاصد فإنه ينظر فيه فإن رأى أن ما يقع زين بدعا لابد من إنكارها زين منكرات لابد من إنكار معاصي قد تقع في الاحتفالات بدع تصلوا إلى الشرك وبدعون تصلوا إلى الكبائر زين و زين معاصي تصلوا إلى الكبائر زين و شعونا تصلوا إلى الكبائر هالموصبة نبديه باللول قد يصلوا في مسألة الاحتفالة ع بعض الناس إلى الشرك بس ما يقولون ها يا فاطمة يا حسين يا علي الشيعة يسألون ويدعون غير الله هذا الشرك هل احتفالوا بميلاد من جاء بالتوحيد يجيز لك أن تشرك في يوم جاء يحرر الناس من الشرك وعندنا إحنا خلينا بالشيعة وكان عندنا في العربة في المسلمين السنة كان يشترك في الأخرى ما كان الشرك وش كان يشترك في الميلاد من هذا المكان وكان يشترك في الميلاد من هذا المكان وكان يمشي يدي الزبيحة وما يذبحوا عشي يأكلوها خضرة يأكلوها خضرة وما يلبسوش اللباس الحمر خايف من اللي جين كما يقول سيدة بل يعبدون الجنة أكثرهم بهم يؤمنون ويعياذه بالله وكان يشرب المقراش طيب وكان يلي يعبد الشيطان وكان يلي يمشي عند القبر يقوله سيدي أنا جيت عنده هل مواسم اللي كذب عند القبر ويمشي وكان يلي يمشي يذبح على القبر شرك فكم من أمور شركية تقع باسم الميلاد الذي جاء صاحب الميلاد عن يحاربه إن الله لا يغفره لا نقر على هذا أبدا ثانيا كان منكرات وبدأ تصل إلى الكبائر أكبر الكبائر بحالة تعظيم الشيخ الشيخ هو يوصل لن ربي الشيخ هو يشفع فيه اللي كيدره الزوايا المنحرفين يعتقدون في الشيخ أنه رب يشرع من ده تقوله فيك ربي ما يدهش فيك بس حيقول لك الشيخ دي لي أنا أشتم الإنسان يصلي يلفت الشيخ دي يخرج من الصلاة فيقطع صلته بالله ويذهب إلى الشيخ تكلم معي واحد السيد من من البالح من خريب قال لي أود ديرهم هاو كيفاش يمشوا وهو أصمر يقول في الشيخ ويقول لك النور وكذا وسعداته اللي إدى البركة وسعداته اللي سلم على الرجلين ديرين تور باش يمشوا وسلمونه على الرجلين وجايبين الأموال وهم يعتقدون أنه ينجيهم من عذاب الله قلت لهم الشيخ ما يكون الشيخ سويا لكان بعد عرف الشرع أما إذا كان يارى الناس يعبدونه وهو يقرهم على ذلك فهذا الضلال المبين لا نقر عبدا في الاحتفال أن يصير الشيخ ربا من دون الله لا يمكن فنلبيد على الأخرى دير العبادات هو 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 هذا هو العبادة هكذا السيد من بيقى لك عبدو رب بيقى يقول لك وما كان صالتهم عند البيت إلا مكاءن وتصدية رابعا الاختلط ما بين النساء والرجال خامسا التسبحي دير ستمائة ألف ثلاثين ألف أربعين ألف سادي سادي الحريف انت على الشيخ سكرة من بعض ستين ألف والحريف دير الأخر حاجة دير ربعين دروت بحب ستين ألف لأنها ديال الشيخ ما له هذا الشيخ واسمه فيه واسمه فيه واسمه البرقة اللي فيه واسمه هي ها سيد المسلسف كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبس وإذا دخل على الناس فوقفوا تخلع فوقال لا تقفوا لي كما تقفوا الأعاجم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن المريم واللي تتديروا بحال لمن نصارى اللي يردوا عيسى بن الله ويتتردوا الشيخ هو يوصلكم ربك يقولك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسالوا سيد النبي قال فاطمة يا فاطمة أعملي فإني لا أملك لك من الله شيئ قال هالبنت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ما تغروش الناس ما تغروش الناس ما تكذبوش على الناس باسم الاحتفال بالموت تكذبونا على الناس العبادات زيد واسم أخر من الخطيرة زيد واسم أخر زيد واسم أخر ابن عمي كين كل شيء يعجب كين ذك للا هم عيشة ولا بجدت داروا الناس في المولد وحدها أمين ولا داروا زواج انت الشواذ رجل مع رجل اشتوهين وصلنا احنا في هذا المواليد في هذه الاحتفالات ها هذا نقره لا نقره هذا ها أبدا إذن فنحن إنما نقره اسمه ألي احتفاؤ بيوم الميلاد لتحقيق المقاصد الأخرى دون وجود بداع شركية ولا بداع زاد في العبادات ولا بداع فاش في السلوكيات ولا معاصي ولا خروج عن الدين خلوا الواس ويديروا يديروا الاحتفال يشربوا الملقى الطايم ويتمشوا عن الزانون ويمرشوا البيسكليت يأكل البيسكليت ويأكل الزانون هذي هذا احتفال هذا هذا يعمل حبة البيت تاكل الزانون ويقول لي تبنى هذا انت هذا الشيطان هذا الشيطان خليني مع الزوايا رام عروف واسم رام يديروا تحرفت المسار تحم يمشوا للديار الاحتفالات منتع الديار احتفالات منتع الديار ما حدرهم يجتمعوا الرجال مع الرجال ويتعلموا السنة ويديروا آناشيد يقرأ القرآن تفسير مزيان والنساب وحدهم يذكروا الله يصلوا على النبي يدروا مزيان بصه الى في الضيار منيني مقاوا يحتفلو يبقاوا يدخلوا يخرجوا في مسائل هذي حاجة اخرى اقول للنساء يضربوا البندين شفنا النبي فايت من هنا يضرب الدربوكا شاكي تقول يا بنتي وش النبي يفوت من هنا يضرب الدربوكا كاتعرف بايل لا ما عارف اش قاع سيدنا رسول الله شكل هو قاع والو 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 سيد النبي جاي السارة عش بي السارة سيد النبي من اللي قالو سيدر بقفان ذرويد عش بي السارة ما كاشي السارة فدلت هذه الاهازيج على جهل المسلمين بالدين والرجال كذلك هاي نمشيو الان اللي بزاوز والوليدات الاحتفال عندنا في المشريق يشريو ما يسمى بالمحرقات سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله قالك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اليهود والنصر منين يحتفلوا بالعدية لأننا بنت حمح العساء يجيبوا الديك ويجيبوا التورطة ويجيبوا الولاد ويفرحوك يقولوا هذا رسول السلام احنا من يمغردونا ارهابيين في الاحتفال نتعلم بيصلى عليه وسلم بدل ما نكون إن شاء الله هادئين وطيبين ما اسموه يقعدنا نمشيو نشريو اللي وليدات المحرقات المحرقات كيف يسميوها؟ الشيطان أزيد الميسي زيدان رولاندو ايطو ايطو شوف ومشيو نشيرو مفليستنا ديال من هذوك منين نجيبهم؟ نجيبهم على من؟ على سبنيول ياك الشنوة يعني كان ساهموا في الاقتصاد نتعليك حرب الإسلام الشنوة هي من أعداء الأمة عبد الحمير كي يقاتلونا في سوريا ويقفونا ضد إخواننا السنة احنا كان شنوة وكان حاونوهم ياك مزيان مزيان وش نديرو بهم؟ نوليهم ترتقوهم نفجروا أموالنا إلى الولدين ديرينها من دايتهم الرأسهم وهم كيش تجعلو ليدات رمير تكبو حماقة ثانيا هل الولدات من يترتقو هذا واسمه يقع يقع واسمه الترهيب لم رفايت حابلة ويرمي لها هذك يا الشيطانة مش حال من المرأة التي يتم إجهاض جنينها في الميلاد انت عنبين قتلوا الأجنة في بطون الناس روحوا سقسيوا الآن ما يسمى بليرجونس هالليلة المستعجالات لتروا ما صنع أبناء المسلمين برضى من آبائهم وعوليائهم ماذا فعلنا بالمرأة الحامل حينما فجرنا هذه المفرقعات عند قدميها وهي غافلة وإذا بها يموت الجنين في بطنها وش حال من واحد يدير لك المال قاطع زيد والكاربيل ويديروا هكذا ويضرقوا العين كم من شاب وطفل سيفقدوا بصره في هذا اليوم كم من رجل سيفزعوا المسلحة كيقولك لا تروع مسلمة ترويع المسلمين حرام 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 أبناء أمي أنا صبت عندهم قداش وصبتهم في التمناء عن الولدات يمشيوا عند الياجور ديلي ابنه السيد ديالشجار ويديروا فيه الشيطانة وتفزروا ويهرسوا الياجور يقولوا شوكي قوي ما يكفيناش سمعوا سمعوا ما يكفيناش الله يحفظوا أننا نضيعوا الفلوس حتى نمشيوا نهدموا الحيطان تعجيران هذي حقوق الشجار هذي حقوق الشجار هذي حقوق المسلم هذي الطريقة تؤدي فعلا إلى ترسيخ ما يريد أن يشيعه فينا من أعداء الله أن أمتنا أمة إرهابية جينا احتل الرحمة المهدات نتعسدنا رسول الله اللي جابوا رحمة المسلم والكافر والمنافق والشجر واللحجر واللبقر ولكل المخلوقات وحنا نجينا نحوله إلى يوم نفزع فيه الناس وندخل الفزع إلى قلوب الناس ونحرم الناس من نعمة الأمن والطمأنينة هذا ما لا يمكن لا لا يمكن أن نتفق على هذا هذا ما تفكش عليه ما تفكش على الشي اللي يقع في الزوايا من بداع ما تفكش على ما يقع في الميوتات من بداع ومعاصي وما تفكش ما يقع في الشوارع في بلدنا من ترويع للآمنين ما هكذا يكون الاحتفال ما هكذا يكون الاحتفال إذن الخلاصة أنت على القول بالنسبة لما يسأل الناس دائماً عن هذه المسألة أننا نذكر الناس أحسن طريقة للاحتفال هي أن نجتمع في مساجد الله وفي بيوت المسلمين إذا أغلقت أبوابها في وجوهنا كما هو الحال بالنسبة لنا نجتمع في بيوت المسلمين وندر السير أنت على رسول الله ونحبب النبي إلى الناس ونعرفهم به أكثر وبشمائله وبأخلاقه وبسنته وندعو الناس للإيمان به ولمحبته ولاتباعه فأقسم بالله كل الطرق إلى الله مغلقة ومسدود إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا رسول الله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصلى الله على حبيبنا محمد وصلى الله عليه وسلم